ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الدين أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما في هذه الحياة على طاعته سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا وإياكم في الآخرة في دار كرامته إنه على كل شيء قدير أسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى رب العام بينا ومحمد صلى اللهir والشيك مبدأ من حيث الله سبحانه وتعالى يسلل ثقافي إلى الريقاء والبركات صلى الله عليه وسلم والشيخ قمت بذنعه أنه يسأل الله سبحانه وتعالى لذلك يجتم أن نصه من الناس عبارة كبير جلاله وعلى وضعنا أن نصه من الناس الذي يرملك الريقاء الآله وسلم الآن الشيخ إن من دواعي السرور والسعادة في الحقيقة أن يجتمع طلاب العلم وأن يكونوا يداً واحدة وخصوصاً في طريق هذا الطلب وكذلك أيضاً في هذه المرحلة من مراحل العمر التي هي مرحلة الشباب الشيخ mentioned that from the affairs of goodness in this life is that we gather in places and gatherings such as this and seeking this thing that is sought i.e. knowledge specifically in this or in these stages of life and that is the stages of the early life now مرحلة الشباب أيها المباركون هي مرحلة القوة هي مرحلة العطاء الله عز وجل قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة فهذه المرحلة مرحلة قوة ومرحلة عطاء فمن فرط في هذه المرحلة ولم يغتنمها ندم عند الكبر الشيخ mentioned that this stage or the stage of youthfulness is a stage which a person has much strength in it as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Allah عز وجل is the one who created you in a weak state then he created you from after that weak state قوة in strength so he said the sheikh said this is the youthfulness is the form of or the age of strength and if the person squanders this time then the person has not benefited and has lost out ولذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلاً فقال له اغتنم خمساً قبل خمس ومنها بل أولها شبابك قبلها رمك أي اغتنم هذا الشباب والغنيمة كما تعلمون معناها الغنيمة والعطاء وأخذ هذه الغنيمة فاغتنم وانتهز فرصة شبابك قبل الكبر لأن مرحلة الشباب كما قلنا هي مرحلة قوة ويستطيع المسلم في هذه المرحلة أن يؤدي من الأعمال ما لا يستطيع أن يؤديها إذا كبر and it's come in a hadith of Ibn Abbas that the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned take advantage of five before five and from that he mentioned take advantage of your time take advantage of your time and he said that taking advantage of this time it is from or take advantage of your your youthfulness or your age and so this this is taking advantage of one's time and that if a person doesn't take advantage of this time before they reach the age of being you know older and more older in age then they won't be able to do actions that they would normally be able to do نامشي وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أمثلة أو عدة أمثلة على هذه المرحلة وعلى الشباب الذين لزموا الإيمان ولزموا الصراط المستقيم فَنَجَّاهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الْآفَاتِ وَمِنَ الْفِتَلِ and if we look into the Qur'an then we find many examples where Allah subhanahu wa ta'ala gives us examples of the youth or youth who have taken advantage of this time and have stood to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala فَحِنَمَا نَنْضُرْ مَثَلًا إِلَى أَصْحَابِ الْكَهْفِ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى فَهُمْ شَبَاب في مرحلة الشباب لكنهم آمَنُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَزَادَهُمُ اللَّهُ هُدَى so if we look for example into suratul kahf Allah azawajal he mentioned that they were fitiatun they were youth or they were youth and from what he described them to be that they were youth who believed so they were youth who believed in Allah subhanahu wa ta'ala نعم شخ كذلك لو تأمننا في حال ذلكم الشاب الذي حماه الله سبحانه وتعالى من الفتن رغم وصول الفتن إليه لكنه استعصم بالله عز وجل ولجأ إلى الله عز وجل فعصمه سبحانه وتعالى وهو يوسف عليه السلام وكان شاباً في سورة يوسف عليه السلام يجد العبر الكثيرة وخاصةً لما يتعرض له اليوم الشاب المسلم من الشبهات والشهوات فإذا لجأ الشاب إلى ربه واستعصم بالله عز وجل ولزم الطريق المستقيم فإن الله عز وجل ينجيه بل يرقيه الدرجات العظيمة والدرجات العالية كما أكرم الله عز وجل بذلك يوسف عليه الصلاة والسلام and also we pay attention and ponder on Surah to Yusuf in which we find much benefit and much lessons specifically we find the lessons of that or what Allah عز وجل he referred to or he told us about Yusuf عليه السلام who was a شاب Yusuf عليه السلام who was a شاب if you ponder on this Surah you gain many benefits specifically as it relates to the affairs of الشبهات or الشهوات the affairs of doubts yani doubts in one's religion and شهوات that is the inclination to immoral behavior and if a person yani as Yusuf عليه السلام we can benefit from if a person follows the same path then he will find from Allah subhanahu wa ta'ala protection and he will find the path that is correct and Allah subhanahu wa ta'ala will protect him and he would help him فالشاب أيها الأحبة معرض للابتلاء معرض للفتن ولا يمكن أن يصل الشاب المسلم إلى الدرجات العالية في الدنيا والآخرة إلا بعد ابتلاء فإذا وفق وصبر واستعصم بالله عز وجل فعصمه الله جل وعلا نال الدرجات العالية ولذلك لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله قيل له يا أبا عبد الله هل الأفضل أن يبتل الإنسان أو يمكن يعني يبتل الإنسان أو يمكن مباشرة قال رحمه الله لا يمكن حتى يبتلى لا يمكن حتى يبتلى وإذا أردنا أن ندرك هذا أو معنى هذا تمام الإدراك فلنرجع إلى قصة يوسف عليه السلام ابتلي بعدة بلاءات لكنه ثبت فرقاه الله وأبدله عزا ومكانة في الدنيا والآخرة فرقاه الله فرقاه الله They seek Allah's protection Allah will protect them As is mentioned From Imam Shafi The man asked him He said He said Which one is better Which one is better That a person gets Or that a person attains The attainment Or a person attains success without trials or that he attains it with trials and Imam al-Shafiah answered that he لا يمكن حتى يبتلا the person he would not be given يعني الإمكان يعني he would not be successful until he is trialed like Yusuf as we mentioned we can benefit from Yusuf that he was trialed he was trialed much and he was patient وَأَيْضًا كَذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ بُعِثَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي يعني قُوَّةِ شَبَابِهِ وَلِذَلِكَ قَالُوا الشَّبَابُ مِنْ سِنِّ الْبُلُوغِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ فهذا النبي عليه الصلاة والسلام بُعِثَ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ فِي قُوَّةِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ and also if we look at the situation of the Prophet صلى الله عليه وسلم he was he was the revelation was revealed upon him in a state where he was in a state of strength because it is said that youthfulness is from the time of the time of when a person reaches puberty and maturity up until when they reach 40 so the Prophet صلى الله عليه وسلم he was sent at a time or it was revealed to him at a time of strength كَذَلِكَ إِذَا تَأَمَّلْنَا فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَجِدُوا أَنَّ إِسْلَامَهُمْ نَجِدُوا أَنَّ إِسْلَامَهُمْ نَجِدُوا أَنَّ إِسْلَامَهُمْ نَجِدُوا أَنَّ إِسْلَامَهُمْ فِي مَرْحَلَةِ الشَّبَابِ كَأَبِي بَكَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمْ عُمْرُهُ لَمَّا أَسْلَمْ He said if we look into the case of the Sahaba as well we find that their Islam or their accepting of an Islam was at the state of youthfulness like Abu Bakr Suddeh who remembers what age he was when he accepted 38 or 39 38 or 39 and this is in the midst of the youth and also Uthman and also Umar and also those who were the reason or whatever or معونة للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته كان كما يقول أهل السيرة نجاح الهجرة على أيدي الشباب فعلي رضي الله عنه الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الغار كان شابا أسمى بنت أبي بكر التي كانت تأتي بالطعام كذلك أيضا عامر بن فهيرة وغيرهم من الصحابة كلهم كانوا شبابا هذه أمثلة على الشاب المسلم لعل في ذكر هذه الأمثلة يعني شحذا لهممنا أن نثبت على هذا الدين وأن نقدم ما نستطيع لمن يحتاج الفائدة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم الشيخ ثم الشيخ قال ثم الشيخ ثم الشيخ قال أقوى 39 ثم ثم فَالِي رضي الله عنه على حظه أقوى فهوزي حتى يهيم المشركين أن السراء موجود So Ali رضي الله عنه As is in a seerah He stayed at the rest place of the Prophet صلى الله عليه وسلم Or his mattress or where he used to rest صلى الله عليه وسلم So that it can seem so that the Prophet صلى الله عليه وسلم was there So that the Prophet صلى الله عليه وسلم had time to leave And he was young Yani the Shaykh is trying to mention that he was young at that time And similar to that also is Asma رضي الله عنها And similar to that is Amir They used to do a lot of the support for the Prophet صلى الله عليه وسلم During their early stages of life Yani they were shabab And these examples as Shaykh mentioned The reason I mentioned in examples Is so that perhaps a person can take a lesson from this A person can take a lesson from this And that they can become firm in their religion And that they can become successful And the same as Mus'ab ibn Umayr was also from the youth when he accepted Islam And the same as Mus'ab ibn Umayr was also from the youth when he accepted Islam The Prophet صلى الله عليه وسلم He sent him as a da'i He sent him as a caller to Medina He sent him as a caller to Medina And from him were those who accepted Islam Such as Sa'id ibn Umayr He accepted Islam by the hands of Mus'ab ibn Umayr Noam sheikh And after Ayuhal Ihabba F'in mرحلة الشباب Mرحلة Mهمة جدا وخاصة لأن يتزود فيها المسلم من طلب العلم لأن العلم نور والعلم يهدي بإذن الله عز وجل صاحبه إلى الطريق الصحيح وهو بمثابة رجل يسير في طريق مظلم لكن معه مصبح ينير له الطريق ويخشى ويتوقى من هوام الطريق لكن مثل الشاب أو المسلم الذي ليس عنده العلم ولم يطلب العلم كمن يسير في طريق مظلم وليس معه شيء يهديه فإنه ربما سقط أو ظل الطريق أو أضر به شيء في طريقه إلى غير ذلك من ما يحصل له بسبب عدم هدايته واهتدائه بالعلم ويسير في طريقه ويسير في طريقه اعطفه أو ما يطلب الشاب لأنه يهم في طريقه لأنه يمكن أن يحصل لكي في طريقه يصبح وبعد ذلك سمعت في طريقه وقمن اللذي يملك يوجد يجرى scientists وقد أكرمكم الله معاشر الإخوة الأحبة بطلب العلم فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واشكروه عليها شكرا حقيقيا بجميع أركانه بأن تشكر القلوب بالمحبة لله والاعتراف بهذه النعمة والتذلل لله سبحانه وتعالى وأن تشكر الألسنة بالحمد والثناء على الله واللهج بذكر الله وأن تشكر الجوارح بأن نسخر جوارحنا في طاعة الله عز وجل أن نستعمل هذه الجوارح في طاعة ربنا جل وعلا أنتشكر الألسنة بالحمد والاعتراف وأكتشكر الألسنة بالحمد والاعتراف وأن تشكر الجوارح بأن أعطاعة الله عز وجل وفي الشكر تدوم النعم قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد and with gratitude with gratitude the blessings continue the blessings perpetuate and continue as الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم if you are grateful to me I would increase for you والشكر كما قال العلماء قديما قالوا هو الحافظ والجالب ومعنى ذلك أنه يحفظ النعم الموجودة ويجلب لك النعم المفقودة وقيل صيد وقيد قيد يقيد لك النعم الموجودة فلا تذهب عنك ويصيد لك النعم المفقودة and the ulamاء they have mentioned in regards to a shukur they mention in regards to a shukur that it is something that is a hafiz and a jalib it is something that preserves and something that attracts or brings forth and what they mean by this is it preserves the current blessings that you already have and then it pulls and brings in more blessings from Allah subhanahu wa ta'ala and they said another term يقيد لك النعم الموجودة ويصيد لك النعم المفقودة نعم so another term is صيد وقيد يعني it sort of captures more blessings for you وقيد and it holds the current ones that you have ثم إن طريق العلم لا بد أن يكون مبنيا على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف وعلى أيدي العلماء الراسخين هذا هو طريق العلم الصحيح نعم and the correct path to knowledge is via the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of his messenger صلى الله عليه وسلم with the understanding of the pious predecessors and the understanding and the direction or the guidance of the علماء لأن حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث دون نظر إلى الفهم الصحيح لها فإنه قد يضر بالإنسان بل قد يوصله إلى طرق منحرفة كما حصل من الخوارج فإنهم أهل قرآن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم وعبادتكم مع عبادتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني يقرأ القرآن فلا يجاوز تراقيه فلا يستفيد منه القلب ولذلك لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما لحوار أولئك قال رأيت أناسا قد تقرحت وجوههم من السجود يعني من العبادة ولهم دوي كدوي النحل من القرآن لكنهم خالفوا الطريق المستقيم قد تقرحت وجوههم من السجود my brothers the shaykh mentions that memorizing a hadith memorizing a quran memorizing a hadith it is not enough without having the correct understanding and if the person doesn't have the correct understanding it would actually become harmful to them it will become harmful to them and can actually direct them to a path which is deviated just like what happened with the khawarij the khawarij there were people of the quran as the prophet sallallahu alayhi wa sallam he said that you would belittle your salah compared to their salah and he also mentioned that they يقرأون القرآن they read the quran and it doesn't pass their collarbones meaning they don't understand it and they don't comprehend it for this reason when Ibn Abbas went out to them to speak to them he said I saw people that there were marks on their foreheads because of the much the amount of sujood the numerous amount of sujood that they used to do you see marks on their forehead yet there were people who did not benefit from that and they used to and they used to about this about the way of the al-realm from the mabish abdurrahman ibn muljem الذي أرسله عمر رضي الله عنه إلى أهل مصر يقرئ الناس القرآن كان من أحفظ الناس للقرآن لكنه كان قليل العلم فزلت به القدم بعد مدة حينما خالط بعض أهل الفتن حتى أصبح رأسا من رؤوس الخوارج والعياذ بالله and from the examples of this يعني not benefiting from one's knowledge from the examples is what happened with an individual by the name of Abdurrahman ibn Muljim he was a person who Umar رضي الله عنه had sent يعني sent to benefit the people he was sent by Umar and he memorized the Qur'an but he didn't have the correct knowledge and also because he was accompanying or had companionship with the wrong type of people and it didn't benefit him and in fact he became misguided due to that بل قتل علي رضي الله عنه rather he killed Ali رضي الله عنه وحينما ننظر إلى الواقع اليوم هناك عدد من الشباب الذين طلبوا العلم لكنهم سلكوا طريقا غير الصحيح في طلب العلم وذلك أنهم كانوا بمنأة وبعد عن العلماء الراسخين وبعضهم نعرفهم بأعيانهم زلت بهم القدم فساروا في طرق منحرفة والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية and some students they seek knowledge they seek knowledge but not on the correct path الشيخ says they seek knowledge but not on the correct path and an example of this is that they seek knowledge in a path that they are far away from the scholars they are far from the scholars and they therefore then become misguided and end up following in the wrong path نامشي لذلك فإني أوصي إخواني أوصي نفسي وأوصي إخواني الشباب أن يستقيموا على الطريق الصحيح وأن يستفيدوا وأن يغتنموا من هذه المرحلة التي هي مرحلة قوة وفي نفس الوقت هي مرحلة تفرغ للكثير قد يكون الإنسان عنده انشغال لكن في الغالب أن هذه المرحلة يكون معها شيء من التفرغ لكن بعد هذه المرحلة تزداد على طالب العلم المسؤوليات وتتكاثر عليه الواجبات وربما انشغل فإذا استفاد من مرحلة الشباب يجد بإذن الله عز وجل حتى لو انشغل فيما بعد سيجد في أنه له رصيد من العلم قد اكتسبه في سن شبابه تفرغ كفير it's much free time a person has much free time you'll find that they have much free time that they have nothing therein to do and so if a person after if a person traverses this they will see later on they will increase in being busy they will start to have responsibilities some of them will start working but if the person had benefited himself from the path where they were واتزودوا من العلم قدر ما تستطيعون في هذه المرحلة بحفظه وفهمه وطلبه والاجتهاد غاية الاجتهاد في أن تحصل أكثر ما يمكن من حفظ المتون وشرحها والاستماع لشرحات العلماء كل ذلك مع الكتابة والتقييد فكل ذلك مما يعينك بإذن الله عز وجل وينفعك عند الكبر شكرا so the sheikh says i then advise you all to increase to increase in knowledge in this stage that you're in this early stage youthful stage and via that is via memorizing understanding strive a lot strive as much as you can such as memorizing mutun studying it sit taking the understanding of these mutun from the علماء writing sitting in these gatherings now so strive earnestly strive earnestly in adhering to the sunnah the sunnah of the prophet sallallahu alayhi wasallam in everything that's big and in everything that is small in the person's aqidah or in your aqidah in your worship in your dealings and your etiquettes نامشي نامشي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله حقا وصدقا فاتبعوني فإذا من علامة محبة الله عز وجل ومن أسباب محبة الله للعبد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم the shaykh says and then from the reasons and the causes of a person earning the love of Allah subhanahu wa ta'ala is that he follows the prophet sallallahu alayhi wasallam that he follows the prophet sallallahu alayhi wasallam and that is a sign of a person's love as is mentioned in the verse and the shaykh mentioned who can tell me what that verse is the verse being that Allah عز وجل says say to them ya muhammad if you claim to love me then follow the prophet sallallahu alayhi wasallam then follow me the ayah says if you claim to love then follow me and this is this is a verse the ulema have named the verse of examination ayatul imtihan the verse of examination that is that this shows that a person loves Allah subhanahu wa ta'ala he loves Allah حقا in truth and it is from the reasons for a person to be successful and here is a question is the affair the one that is the affair that you love Allah or that you are loved by Allah an yuhibbe hellah and that Allah and Allah when he approaches with Allah wa了'ahu n insanely nah with Allah and as ouai names in ma was she ab an so an duheb so and with love l Потом あ I am yuhibba ma'char sure ma'char ma'char ara Relig ilham والله الذي لا إله إلا هو إنها لنعمة عظيمة وشرف عظيم ورفعة لك أن تصل إلى هذه الدرجة أن الله عز وجل يحبك وليس هناك طريق إلى هذه الدرجة إلا من طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا مهما كانت الأحوال أولئك الذين اتبعوا بعض الطرائق ويدعون المحبة هذه كل دعاوة ومن السهل ومن الممكن أن تقول أنا أحب الله أو أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام كثير من يتسمون بالإسلام اليوم ويدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون للناس بعض المظاهر تجدهم من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعبرون عن محبته إلا بالبداع والعياذ بالله the Shaykh went on to mention and he says that for this reason Ibn Qaym has mentioned and perhaps Ibn Qaym narrated it from other than him is that the reasons that as he mentioned the statement لَيْسَ شَعْنَنْ تُحِبْ وَلَكِنَّ شَعْنَنْ تُحَبْ that it is not or the affair is not that you are that you love rather the affair and the full affair is that you are loved and then the Shaykh mentioned and said والله by Allah this is a blessing that is great and an honor and a raising of one's rank a raising of one's rank that they reach this level and this stage and that is the love of Allah subhanahu wa ta'ala that they follow the Prophet صلى الله عليه وسلم because you'll find some people claim this but then they don't follow يعني they claim the love of the Prophet صلى الله عليه وسلم but they don't follow his path they don't follow his path and they do come up with many things the Shaykh then said it is easy to say that it is easy to say that one loves it is easy as a statement but a person needs to act he needs to strive and that's why you'll find some of the people who claim يعني attribution to the Prophet صلى الله عليه وسلم they come up with many innovations many innovations and pathways that the Prophet صلى الله عليه وسلم hasn't sanctioned نعم وبالتأكيد أيها الإخوة أن كل واحد مننا يرجو أن يصل إلى هذه الدرجة فالوصول إليها من طريق الاتباع لكن السؤال هنا كيف يكون الاتباع كيف يكون اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام يكون بعدة أمور and as an emphasis بالتأكيد the Shaykh says as an emphasis we want to mention a point and that is that every one of us wishes to reach this state and this level everyone wants to reach this level but the question is how how can one reach the level of following the Prophet صلى الله عليه وسلم and he's going to explain with some ways أن يكون الاتباع أولا في الاعتقاد أن نعتقد ما اعتقده صلى الله عليه وسلم وما اعتقده أصحابه رضي الله عنه في الله عز وجل في أسمائه في صفاته عقيدة لا بد أن تكون العقيدة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك في العبادة أن تكون عبادتنا كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم أي على طريقته لأنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة أن يتعبد الله كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لكن المقصود أن يسير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما صلى يتوضأ كما توضأ كذلك أيضا في منهاجه وسلوكه أن يسلك الطريق الذي هو فيه اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمل أن يسأل دائما المسلم إذا سلك طريقا أو حل أمر من الأمور أن يقول هل هذا موافق للسنة أو لا هل هذا موافق للسنة هل هذا مشروع أو لا كذلك أيضا فيما يتعلق بالمعاملة مع الناس كذلك أيضا فيما يتعلق بالأخلاق نعم and he said the shaykh mentioned Explaining to us those the ways of following the Prophet so the first he mentioned يَكُونَ فِي الْإِعْتِقَاد that a person follows the Prophet in their beliefs and their creed and that is that you don't believe except that which the Prophet has believed and his companions and the تابعون and that you follow their way whether it's in the chapters of Asma or Sifat, the names and attributes of Allah or other than them and another way is also via his worship that you follow the Prophet via his worship and that you obey Allah via the worship of Allah you obey the Prophet via the worship of Allah that is that you don't worship Allah except upon his path and you will never the idea the Sheikh mentions is not that you would worship Allah exactly like the Prophet in its rank what it means is you copy him you try to follow and assimilate his way and from that also is manhaj the methodology so a person takes a methodology that the Prophet ﷺ took that's why it is very benevolent beautiful and benevolent that a person asks a question he asks a question and the question is that whenever they tread a path or whenever they do an action they always ask themselves is this thing is this thing in adherence this thing I'm about to do is it in adherence to the sunnah of the Prophet ﷺ is it legislated is it legislated if they find that it's not then they leave it and also other ways such as the person's dealings dealings and transactions etc. with the people and likewise the akhlaaq the characteristics and traits they follow the Prophet ﷺ in and here we would pause on and take a step or stop upon the issue of the akhlaaq which is the characteristics by it we mean the characteristics of the Prophet ﷺ and his adab his etiquettes now and the question how do you deal with your friends how do you deal with your parents how do you deal with those who are in your age or even with the people and with the scholars how do you deal with this deal it doesn't have to be on wifqi akhlaaq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam so a person here you should ask how do I deal and how do I what mannerisms do I have in my dealings with my brothers my colleagues my and even those who are old in age and even the ahl al-ilm the people of knowledge how are my dealings with them I ask you have to ask yourself this is it upon the path of the Prophet ﷺ yes or and think an-eals عن أخيه أن يتثبت أن يسأل يقول بلغني عن كذا وكذا فما جوابك يعني بعد طلبة العلم قد يأتيه عن أخيه شيء وهو على منهجه وعلى السنة ثم يأخذ هذا يعني كأنه شيء يعني صحيح مئة في المئة فيبني عليه أشياء ويبني عليه مسائل ويكتشف ربما بعد ذلك أن هذا الكلام الذي نقيل إليه غير صحيح أو ربما زيد فيه فهذه من الأخلاق المهمة التثبت والتأني وعدم العجلة And from the noble character traits for the shab is التأني التأني and يعني التأني and not being haste التأني بمعنى being التأني what's the best translation of التأني careful or taking your time kind of caution taking caution or being يعني being a person who treads carefully and not being hasty such as for example clarifying and verifying what comes to you of news regarding people for example someone brings you news about someone you know and they say something that they tell you and the person accepts it immediately this is from being haste as if the kalam that this person has brought is correct as if it's correct 100% and that could even mean at times that this person you knew them for a while knew them for a while and then you find out later on that actually the news that they bought wasn't even the truth Namche كذلك الحلم والصبر لا بد أن يكون الطالب العلم حليما صبورا إذا أراد أن ينصح لأخيه فلا يعجل في أخذ الثمرة ينصحه مرة مرتين ثم يقول نهجره نتركه بل يستمر قدر ما يستطيع ولننظر في ذلك إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبر على قومه وكيف أنهم آذوه بل خرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف لعله يجد من يقبل هذه الدعوة ومع ذلك يرميها أهل الطائف بالحجارة ويخرج راجعا يعود إلى طريقه إلى مكة ثم يلقاه جبريل في الطريق وهو يمشي على قدميه صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الجبال أي جبريل معه ملك الجبال فيسلم عليه ويقول له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلان عظيمان في مكة يعني ما دام أنهم كذبوك يا محمد فهذا ملك الجبال يطبق عليهم الأخشبين وينتهي كل ما في مكة من الناس ينتهون هل استعجل النبي السلام وهذا من حلمه وصبره عليه الصلاة والسلام لأنه يحمل هم دعوة إلى الله عز وجل قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وانظر من خرج من أصلاب هؤلاء من الذين حملوا هذا الدين وحملوا رايته فهذا نموذج من صبره واخلاقه وحلمه عليه الصلاة والسلام الشيخ then mention نعم from those also from those characteristics that a person the shab should also cloak themselves with is الحلم والصبر is that a person should be tolerant and patient it should be صبر someone who's often patient constantly patient and that is for example if he wants to give an advice to someone then he shouldn't be hasty in seeing the thamarات in seeing the fruits of this advice i.e. in seeing this person actually acting upon or taking heed to their nasiha and that the person shouldn't abandon this they should continue they should be patient and that was the way the prophet in his da'wah from the characteristics of the prophet is that he was patient and he forbore a lot from his people when he went out for example to ta'if he went out to ta'if and he wanted to give them da'wah they threw stones on him until they harmed him and Jibreel Jibreel came to the prophet and with him were the angels of the mountain the angel of the mountains and he said that he would crush them that if you want we could crush them between these two mountains these two big mountains but what did the prophet do was he hasty was the prophet hasty was the prophet hasty rather what he did is that he forbore a lot in his da'wah and that's what you have to have you have to have you have to forbear a lot in his da'wah so he didn't permit for them to be harmed and rather what he said was that he said no perhaps allahu subhanahu wa ta'ala would bring from these people people of ta'if those who would carry this religion and here my brothers that is just an excerpt and an example from the life of the prophet sallallahu alayhi فيه خشونة فجاء عربي يعني للتو دخل في الإسلام ولا يعرف الآداب فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف هكذا وقال له يا محمد أعطني مما لله الذي عندك انظر إلى هذا الأسلوب لو فعل بأحدنا اليوم شيء من ذلك ماذا يفعل لكن انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت ردة فعله عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وضحك ابتسم عليه الصلاة والسلام ثم أمر له بعطاء هكذا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على طالب العلم أن يلزم هذه الأخلاق ومن خلاله ومن خلاله الشيخ يتكلم هو حديث عن أنس رضي الله عن فيما يتكلم أنه يتكلم أنه يتكلم أن البيض صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بإمكانه مجرد حوال حاشية داخل في الداخل هنا داخل اللباس داخل اللباس نعم نعم so the Prophet صلى الله عليه وسلم was wearing a jacket that from within the insides around his neck it's quite rough يعني the material in there so he was wearing this the Prophet demanding the Prophet give him from the money and the Shaykh paused and said what if this was us imagine this was us and someone pulled on us like this requesting such a request so what did the Prophet صلى الله عليه وسلم do what did the Prophet صلى الله عليه وسلم the Prophet صلى الله عليه وسلم he smiled he laughed and smiled and he actually ordered for the money to be given to him and this is from his noble traits of tolerance صلى الله عليه وسلم so it's obligatory on a طالب العلم on a student knowledge that they clothe themselves with this فالزم هذا الطريق يا طالب العلم واسأل الله عز وجل الثبات عليه إلى أن تلقاه سبحانه وتعالى حتى تصل إلى الورود إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتصل إلى رضوان الله وإلى جنته سبحانه وتعالى نعم so the Shaykh is advising and encouraging us all to tread this path and be eager and diligent in his path and continue upon it until a person reaches الله سبحانه وتعالى and until a person reaches the حوض of the Prophet صلى الله عليه وسلم and until they reach the pleasure of الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم و جاءت عن أصحابه رضي الله عنهم فهذا والله من النعم العظيمة وإذا رأيت من حاد عن الطريق فاحمد الله عز وجل الذي نجاك من هذا البلاء so the Prophet صلى الله عليه وسلم he said that I am going to be from those who precede you in the حوض from those who precede you in the حوض and so if you want to meet the Prophet صلى الله عليه وسلم in this حوض then you have to actualize his path and follow and adhere to his way because the Prophet صلى الله عليه وسلم he would be repelling the Prophet صلى الله عليه وسلم he would want his Ummah in this حوض but he will repel some people he will turn away and shun some people in this حوض and that is because they didn't take his path صلى الله عليه وسلم and that's why it is from the blessings and it is from the great blessings that a person follows the path of the Prophet صلى الله عليه وسلم I'm sure وَالْمُتَمَسِّكُونَ الْيَوْمِ بِالسُنَّةِ وَالْسَّائِرُونَ عَلَىٰ طَرِيقِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَلِيل فَلْنَكُمْ مِنْ هَا أُولَئِ الْقَلِيلِ For this reason we find today that those who follow and adhere to the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم in this day and age are few in number for that reason and naam they're few in number so hasten to be from the few and don't be a person who enters upon tribulations fitan trials and desires because that would deter you from the path and also we find from those destructive paths is the paths of loathsome partisanship حزبية and groups جماعات groups that have formed naam she فيحذر طالب العلم من هذه الجماعات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام so the person he should be cautious and be warned from such groups that oppose the Prophet صلى الله عليه وسلم and rather he should follow and rather he should follow the path of the Prophet صلى الله عليه وسلم كذلك علينا أن نربي الناس ومن نلتقي بهم من أهلنا وإخواننا وطلابنا أن نربيهم على المنهج الصحيح تربية صحيحة صادقة and therefore we should earnestly encourage the people we should encourage the people upon this path from our families our brothers the students we should encourage them upon this path نعم شي وإشغالهم بالعلم وإشغالهم بالعلم ودراسته وحفظه حتى بإذن الله عز وجل يصل هذا الطالب إلى أو يكون صاحب منهج رباني منهج واضح على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علمناه هذا المنهج وربيناه عليه فإنه لو جاءه صاحب حراف أو صاحب بدعة في أي يوم من الأيام حتى ولو بعد وفاتك أنت أيها المعلم فإنه بإذن الله عز وجل سيعلم أن هذا صاحب بدعة أما إذا تركنا هذه التربية على هذا المنهج وعلى هذه الأخلاق والآداب فإنه ربما يأتيه يوم من الأيام شخص فيحتار يقول هذا هل هو على منهج كذا أو منهج كذا فلا بد من التربية أيها الأحبة ولا بد أن نربي أنفسنا ونوطن أنفسنا ونشغلها بالعلم لكن العلم كما قلنا الصحيح المبني على هذه الأسس التي سبق ذكرها وفيما تقول هذا وفاً أقول أن هذا الاشغال بالعلم الشيخ حدث أن يسألنا ourselves with knowledge and preserving it until the person reaches the manhaj the correct path which is رباني manhaj which is cultivated and clear and upon clarity such that if they were to come to us if they were to come to us someone صاحب بدعة if there was to come to us someone who's يعني a person of innovation a person of innovation was to come to us and to try and deter then the person due to the fact that he's learnt knowledge and memorized he'll be able to repel this person of innovation that you have cultivated and nurtured upon the correct path even if it is after your death the shaykh mentions even if it is after your death this person will be able to decipher the truth otherwise any deviant that comes to the person and if you don't cultivate them upon the correct path then any deviant that comes to this person will be able to misguide them so it's incumbent my brothers that we pay attention to tarbiya pay attention to nurturing upon ilm al-sahih the correct knowledge and that we have detailed we have aforementioned and we detailed previously كذلك أوصي إخواني ولا أريد أن أطيل عليكم لكن نوصي أيضا بالحذر من ما يعيق ما يعيقك عن طلب العلم من أن يصل الإنسان إلى درجة أنه يقول اكتفيت وبلغت من العلم مبلغا فأقف وهذا من العوائق كذلك كذلك أيضا العجب والغرور والتكبر على الناس كذلك ترك العمل بالعلم كذلك عدم نشر العلم الافتتام بالدنيا كذلك الحذر من فتن الشهوات التي تعمي القلب وتصده عن طلب العلم والعياذ بالله Also what I advise is that a person preserves themself from those that person protects themselves from those things that would block them from seeking knowledge those things that will be obstacles in their path of knowledge نعم so those things that will protect them and the Shaykh mentioned quite a few such as a person having عجب self-amazement a person having kibir having arrogance a person not يعني or a person not seeking knowledge thinking that you know this is this is I'm above this and not spreading the knowledge also نعم that a person does it so these are from the causes of what blocks the person from knowledge and also other means such as the fitan that we are faced with today of a shuh shuhwahat 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 both nah so the both shuhwahat and shahwahat that are the fitan of today the desires and the doubts nah shuhwahat 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 العبادة لابد أن يعرف طالب العلم بين الناس بعبادته تلاوته للقرآن بقيامه الليل بحسن أخلاقه بأدبه كل هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه الشيخ mentioned so also a person should be eager على حسن السلطة بالله a person should be eager in correcting their connection to الله سبحانه وتعالى a person should be eagerness بجميع الاحوال in all of their cases in all of their cases they should be like this and they should ask الله سبحانه وتعالى if there happens the case where they can't understand a particular مسائل that they should ask الله سبحانه وتعالى for فهم for فهم and they should constantly ask Allah also a student's knowledge should be differentiated he should be different in their عبادة there should be a person who is constant in their عبادة and different there should be a difference between the students of knowledge worship of Allah سبحانه وتعالى and other than a student of knowledge they should be different to other than them such as of reading Quran قيام الليل and other than that وانت تطلب العلم تذكر ان هذه منة الله عليك هو الذي ارشدك هو الذي هداك هو الذي اصطفاك من بين ملايين الناس ان تسلك هذا الطريق فاسند النعمة الى مليها و الى المنعم سبحانه وتعالى واكثر من شكره عز وجل واذا اردت ان تبين شيئا او ان تعلم احدا او ان تلقي محاضرة او درسا فتبرأ من حولك وقوتك والجأ الى حول الله وقوته سبحانه وتعالى now the person the shaykh he mentioned that a person who is seeking knowledge you should thank الله سبحانه وتعالى and you should constantly remember this blessing of الله سبحانه وتعالى upon you to seek knowledge that الله سبحانه وتعالى has chosen you above ملايين من الناس millions of people الله عز وجل has chosen you above millions of people to seek knowledge therefore you should always do اسناد النعم الى الله سبحانه وتعالى you should always connect the blessings and the bounties that you have always connect it to الله سبحانه وتعالى يَتَبَرَّ مِنْ حَوْلِي من حَوْلِك تَتَبَرَّ مِنْ حَوْلِك the shaykh mentioned that you should absorb yourself from thinking that this is by your power you should free yourself from thinking that this is your power and that you should know that it is only from the حول of Allah سبحانه وتعالى ثم نختم بما بدأنا به اغتنم الشباب اغتنم أيها يا طالب العلم شبابك اغتنم وقتك فإنه فإن هذا الشباب يعقبه الكبر و اغتنم كذلك صحتك وعافيتك قبل سقمك فإن هذه العافية ربما يعقبها المرض والسقم واغتنم حياتك قبل موتك واغتنم غناك قبل فقرك فاغتنم الأوقات قبل الفوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا مما يسخطه سبحانه وتعالى وأن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وأخلجهم من الظلمات إلى النور إنك على كل شيء قدير والله أعلم وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الشيخ then mentions that we will close off then my brothers with where we have started going back to where we have started and that is that we نغتاني من الوقت we benefit from our time we benefit and we reap from our time and we take the means of those things that would put a person upon الياقين because the youthfulness it is followed by old age نعم being young is followed by later on being old and having life is later on followed by or preceded by or succeeded by death and the person's time is also preceded by the person having free time is preceded by being busy so we have to ask Allah to benefit us to preserve our time for us the shik then went on to make abundance of dua from them from what I've gathered then we ask Allah to preserve us from every fitan and that we do not fall into fitan and that he preserved the ummah in that which is correct